الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأرحب بكم أحبة الأعزاء في تذكر الأيام الخالية الفاضلة التي مرت بسيد البشر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من الأيام التي وقعت له صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين أهل خيبر شيء من الصلح لكنهم لم يلتزموا بذلك الصلح وكان منهم وقائع تضاد ذلك الصلح فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وسأذكر بعض الأحاديث التي رواها الإمام البخاري فيما يتعلق بهذه الواقعة واقعة خيبر منها ما ذكره أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي طلحة أن يلتمس له غلاما من غلمانهم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج أبو طلحة بأنس وكان أبو طلحة زوج أمي أنس وكان أنس بن مالك قد قارب الاحتلام فكان أنس رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس فكنت كثيرا ما أسمعه يدعو الله عز وجل ويقول في دعاءه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن اللهم إني أعوذ بك من العز والكسل اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن اللهم إني أعوذ بك من ظلع الدين وغلبت الرجال قال أنس فلم أزل أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدمنا من خيبر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزى قوما كان ينتظر حتى الصباح فينظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم بعدما يصبح قال فخرجنا إلى خيبر وانتهينا إليهم ليلا فصلينا عندها صلاة الفجر بأول وقت الفجر فلم يسمع أذانا فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وكنت رديفه فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم في الزقاق زقاق خيبر قال وإن ركبتي لتمسوا فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم حسر الرداء عنه كأني أنظر إلى بياضي فخذه فلما دخل القرية رفع النبي صلى الله عليه وسلم ويديه رفع يديه وهو يقول الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاث مرات فدخل إليهم وكانوا في أول خروجهم إلى أعمالهم معهم المساحي والمكاتل على أناقهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله والخميس يعني الجيش فعادوا مسرعين إلى حصني خيبر قال أنس فأصبناها عنوة فظهر عليهم فكان منه صلى الله عليه وسلم أنسب الذراري قال وأصبنا حمرا جمع حمار فطبخناها فأجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكلت الحمر فسكتا فأخبر ثانية ثم الثالثة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديه ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس حينئذ امتثل الصحابة فأكفأوا القدور بما فيها قال وإنها لتفور باللحم فجمع السبي فجاء أحد الصحابة هو دحية الكلبي فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي فقال اذهب وخذ جارية فأخذ صفية بنت حوي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له عن صفية وقد قتل زوجها وكانت عروسا فقال يا نبي الله أعطيت دحية الصفية سيدة قريضة والنظير لا تصلح إلا لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعوه بها فجاء بها فقال له خذ جارية من السبي غيرها فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجعل مهرها وجعل مهرها عتقها فاصطفاها لنفسه فخرجا حتى إذا كان بالطريق وبلغوا مكانا يقال له سد الروحة حلت فبنى بها فبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وحتى جهزتها له أم سليم والدة أنس فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا وطلب ممن كان عنده شيء من الطعام أن يأتي به فجعل الرجل يجيء بالتمر والآخر يأتي بالسمن وهكذا فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ممن حوله أن يحضروا لهذه الوليمة ما كان فيها خبز ولا لحم فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك زواجه بصفية بطريق خيبر في ثلاثة أيام فقال الناس هل هي من أمهات المؤمنين أو هي مما ملكت يمينه فقالوا ننظر ان ضرب عليها الحجاب فهي من أمهات المؤمنين وإلا فهي من الإماء فضرب عليها الحجاب فعلم أنها من أمهات المؤمنين لعلنا أن نأخذ فاصلة ثم نعود إلى ذكر سياقي قصتي غزوتي خيبر حياكم الله ومرحبا بكم في ذكر بعض الوقائع المتعلقة في غزوة خيبر كانت خيبر حصونا متعددة ولم تكن حصنا واحدا وبالتالي لم يعاملها النبي صلى الله عليه وسلم معاملة واحدة وإنما كان لكل حصن أحكام خاصة بها ومن الأحاديث التي وردت في غزوة خيبر ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر لما غزى خيبر فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وإذا علونا كبرنا قال فارتفعت أصواتنا بالتكبير وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقبة في جبل فلما على تلك العقبة رجل نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر فأشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته فدنا منا فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمى ولا غائبا ولكن تدعون سميع بصيرا وإنه معكم وإنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال وكنت خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أقول في نفسي يعني بدون رفع صوت لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد الله بن قيس يا أبا موسى قلت لبيك يا رسول الله قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة من الوقائع التي وقعت في غزوة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع بعض أهل تلك الحصون اتفاقا على أن يقوموا بالعمل في المزارع التي في ذلك الحصن يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عمل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع فكان صلى الله عليه وسلم يعطي أزواجه عددا من ثمار خيبر يخرج مئة وسق ثمانون وسق من التمور وعشرون وسق من الشعير واستمروا على ذلك حتى جاء عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر وكانت الأرض لليهود ثم للمسلمين أرادوا أن يخرجوا اليهود منها فجاء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تتركون على أن نقوم بكفايتكم في العمل ولكم نصف الثمرة ولا نا نصفها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نترككم على ذلك ما شئنا فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته أرسلهم إلى تيما وأريحة قال فلما فدع خيبر عبد الله بن عمر يعني أن أهل خيبر أصابوا عبد الله بن عمر وبشيء من الجراحات فقام عمر رضي الله عنه خطيبة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أموالهم وقال لهم نقركم ما أقركم الله وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه وليس هناك عدو غير هؤلاء اليهود هم عدونا وهم تهمتنا ولذلك أرى إجلاءهم فلما أجمع عمر على ذلك أتاه بعض يهود خيبر فقالوا يا عمر أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعملنا على الأموال وشرط لنا النصف فقال له عمر أظننت أني نسيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوسك ليلة بعد ليلة فقال ابن أبي الحقيق كان ذلك هزيلة من أبي القاسم فقال عمر كذبت يا عدو الله لم يكن يقول إلا الحق فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أكتاب وحبال ونحو ذلك وبعد ذلك قسم عمر خيبر فخير عمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن الثمرة فمنهن من اختارت الأرض وأصبحت تقوم بالعمل بنفسها ومنهن من اختارت الوسق وكانت عائشة وقد اختارت الأرض وابن عمر كان يقول كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المزارع والأرض كانت تكرى على شيء من التبن المقصود أن هذا الحديث فيه دلالة على جواز المزارع بنسبة محددة من ثمرة الأرض كما لو قال لك نصف الثمرة ولنصف الثمرة أما لو قال له لك نصف الثمرة الشمالي ولليا الجنوبي فحينئذ لا يجوز هذا لكن إذا كان يقال لصاحب الأرض نصف الثمرة مطلقا مشاع وللعامل الذي يزرع نصفها كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر فحينئذ لا حرج في ذلك أما إذا قالوا بتحديد جزء من الأرض لكل واحد منهم فحينئذ لا يصح هذا العقد ولعلنا أن نقف في فاصل قليل نستكمل الحديث بعد ذلك في هذا الموضوع حياكم الله وأهلا وسهلا بعد هذا الفاصل نستعرض فيه شيئا من الوقاع التي وقعت في غزوة خيبر يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع وهو عم سلمة ألا يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك لو أمتعتنا وكان عامر شاعرا فنزل يحدو بالقوم وقال لهم بعض القصائد اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إلاقينا وألقي أن سكينة علينا إن إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الصوت عامر بن الأكوع فقال من هذا السائق؟ قاله عامر بن الأكوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله وكانت هذه الكريمة يستدلون بها أو يقولونها عن الأموات فقال رجل من القوم وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به قال سلمة بن الأكوع فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة جوع وشدة ثم إن الله تعالى فتحها عليهم قال فلما أمس الناس مساء اليوم الآخر الذي فتحت فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا هذه النيران أوقدت على لحم قال أي لحم؟ قالوا لحم الحمر الإنسية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهريقوا ما فيها واكسروا قدورها فقال رجل من القوم يا رسول الله أفلا نهريقها ونغسل القدور فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك اغسلوا ففعلوا ذلك قال لما تصاف القوم قاتلوهم وكان السيف الذي مع عامر بن الأكوع قصيرا فتناول به ساق يهود ليضربه لكنه رجع سيفه عليه فأصاب ركبة عامر فأصيب عامر صبيحة ليلة خيبر بقائمة سيف نفسه فمات رضي الله عنه فقال بعض القوم حبط عمل عامر يعني يعني يقولون قتل نفسه فلما قالوا ذلك ذهب سلمة بن الأكوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فجاء إليه حزينا فقال شاحبا قال ما لك يا سلمة قال زعموا أن عامرا قد حبط عمله فقال نفسه سلم من قاله قلت فلان وفلان وسيد بن حضير وفلان فقال نفسه سلم كذب من قالها إن له لأجرين إثنين إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله وأي قتل يزيده عليه وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعيه فكان ذلك في فضل عامر بن الأكوع وأنه مات شهيدا من الوقاع التي وقعت في ذلك اليوم في غزوة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه استعصى عليهم فتح حصن من حصون خيبر وحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فكان الناس يتطلع كل واحد منهم أن يكون هو ذلك الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتحه على يديه فلما أصبح كل منهم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معه الفجر مبكرا كل منهم يرجو أن يعطاها فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر قال أين علي بن أبي طالب قالوا يا رسول الله يشتكي عينيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بعلي فأرسلوا إليه فأتوا بعلي رضي الله عنه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك من أسباب شفاء عينيه في نفس ذلك المكان ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية فقال علي يا رسول الله على ما نقاتلهم هل نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك حتى تنزل بسحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ففتح الله على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في ذلك اليوم بارك الله فيكم جميعا ووفقكم الله لكل خير هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تتتركوا في قسمة لعندك ترسل مشوهر بداية ترسلي مشوهر وصولون تعالى hunting